مع وارد جدا اي فرقة معرضة ان هي تعادل تتغلب ده في الكرة موجود احنا بنشوف منشستر يونايتد اتغلب من شيفلد يونايتد في الدولة الانجليزية الاول المتصدر اتغلب من اخر فرقة كان عندهم خمس نقاط وكذبوا فده وارد لكن شفنا النهاردة اخطأ كتيرة جدا يعني نادي الزمالك عمل النهاردة حاجات كتيرة جدا خطأ في نفسه وحاجات كتير جدا يستفاد منها او يستفيد منها المنافس النادي الاهلي يعني النادي الاهلي اتعادل لماتش اللي فات تشكرين اول يعني ما شاء الله والله ما جسرت على طول بعدها بتتغلب مش بتتعادل يعني حاجة يعني جماهير الزمالك يعني هتعمل ايه فما فيش لو في اي دروب بيحصل انت بتفوق الدنيا على طول ما بتستناش ماتش انت تخلص على طول بعدها فحاجة غريبة جدا اللعيبة كان عندهم حالة كابتن خالد عيد قال اللي انا كنت عايز اقوله سبحان الله قالك اللعيبة استهتروا بينا مش دي اللعيبة اللي لعبة ماتش المقاصة وقلنا عليهم فرقة جمدة جدا ولعبة ماتش قوي جدا واستبشرنا خير جدا ان الدوري عندنا هيبقى قوي السنة دي لا مفيش هيا مباراة هيا مباراة واحدة ناد الزمالك خلص الموضوع ليه فانا اللعيبة النهاردة كان عندها ثقة زيادة جدا لكنك واخد تلات اربع بطولات وبتلعب الماتش ده كان ثقة غريبة عجيبة في ملعب صعب يعني الثقة دي تجيلك مثلا في ملعب حلوة كده تقدر تلعب وتلعب بره زي الملعب كده لكن ملعب كان صعب ان انت يبقى عندك فيه ثقة الملعب ده بتأمن كل كرة وتحافظ عليها وتكتمها عشان تعرف تلعبها فالملعب كان صعب جدا جدا ان انت تنزل بهذا المستوى واللي ساعد على كده ميستر باتشيكو كان باتشيكو النهاردة يعني حاجة صعبة جدا طلع اوباما تراجع العجيب الغريب بعد الهدف دي كلها حاجات دروس ممكن اللعيبة يستفد منها او تستفيد منها احنا عايزين الدوري بتاعنا يبقى قوي ما كل ما الدنيا تقرب الزمانك حابب يبعد حابب يبعد انك ما تقبلش هدايا النادي الاهلي تعملك مشكلة الدوري بتلامل من نقاط يعني الدربكة اللي حصلت في اخر ديقة دي ممكن تحصل قدام دفاع غزل المحلة مش عندك انت اسلام جابر بيخبط في الوينش بيخبطه في بعض في اخر ديقة في منطقة الجزاء نادي الزمالك محمود علاء تشتيت من داخل المنطقة داخل المنطقة فكلها حاجات المفروض تستفيد منها ما تتكررش ده ما يمنعش محمود علاء لعيب كبير لعيب دولي صغلطات زيادة طبعا الف سلامة على محمد عبدالغني صابته صعبة جدا والف سلامة على لعب المحلة ايضا جالوا ارتجاج او كسر في الجنجمة الف سلامة محمد سامي الف السلامة عليه ده المهم جدا فان شاء الله كل التوفيق لكل الاندية المصرية لكن الحاجة المهمة جدا والغير مبررة او ما تفهمهاش انت جبت سيف الدين الجزيري وجبت مروان حمدي ما لعبتهمش ليه قالك ايه قالك عشان عندي لعيبة جاهزة ومتفق معاهم من زمان ان هم يلعبوا طب هو كان مين قاعد على الدكة سيادتك مين كان قاعد على دكة الزمالك النهاردة كان فيها مين مروان حمدي جايب جون فيك المطش اللي فات وانت فايز زي ما بنعمل مع موسيماني هنعمل مع باتشيكو زي ما بننتقد هنا هننتقد هنا زي ما هنشوف حاجة حلوة نقولها هنا هنقول حاجة حلوة هنا طيب انت سيف الدين الجزيري جايب جونين في الدوري ما فيش اجمل من كده قاعدتوا في البيت النهاردة بتفرج على المطش هوي طيب مروان حمدي جايب فيك جون جامد جدا المطش اللي فات يعني رجله لسه في الملعة ما نزلش هل انت مش راضي على الصفقات دي اتنين لعبة جامدين جدا ما لعبتهمش النهاردة مين يسأل عليهم حضرتك يا عم باتشيكو حضرتك اللي تسأل عليهم هزيمة الزمالك النهاردة من يسأل حضرتك يا عم باتشيكو انت تسأل عن هزيمة النهاردة اشتركوا في القناة